لم تتضارب الانباء العلمية حول متحور لفيروس كورونا بقدر ما تضاربت بشأن المتحور الجديد أوميكرون فبين مطمئن ومحذر تتولى التصريحات كبير علماء البيت الأبيض ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعضية أنتوني فوتشي أكد أنه لا توجد حاجة للقاحات معززة مصممة خصيصا لمتحور أوميكرون أو أي سلالة أخرى من فيروس كورونا في المرحلة الحالية فوتشي قال إن بيانات المعهد تظهر انخفاض فاعلية الجرعتين من لقاحات فايزر ومديرنا ضد متحور أوميكرون وأن الجرعة المعززة تزيد الحماية من الأعراض الخطيرة إلى 75% يأتي هذا بعدما أعلنت الشركات المنتجة للقاحات ضد كورونا في وقت سابق أنها تطور لقاحات جديدة تستهدف على وجه التحديد أوميكرون وخلافا لتصريحات فوتشي حذرت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية من أن التطعيم وحده لن يكون كافيا لمكافحة أوميكرون ودعت إلى ضرورة اتخاذ إجراء صارم بشكل عاجل لمواجهة التفشي السريع للمتحور ورفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي تقييمها لمخاطر متحور الجديد على الصحة العامة إلى عالية جدا كما أوسط بسلسلة من التدابير من بينها العودة إلى العمل عن بعند وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد نهاية السنة وتشهد دول عدة انتشارا كبيرا للإصابات كبريطانيا التي سجلت أعلى معدل يومي للإصابات منذ بدء انتشار الفيروس حيث سارعت فرنسا لفرض قيود على الوافدين من بريطانيا بالتدقيق في أسباب السفر وفرض العزل الصحي عليهم لمدة 48 ساعة واستتدار بالأنباء بشأن المتحور أوميكرون تبقى الإجراءات الاحترازية التي سارعت الدول إلى اتخاذها ناجعة في انتظار تأكيد فعالية اللقاحات الحالية أو تطوير لقاح لمكافحة المتحور الأكثر انتشارا حتى الآن